اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او صورة البقرة هيك لازم اول ما يبدأ يومنا يبدأ بذكر الله اليوم يا جماعة قررت اعمل بداية جديدة بحياتي خلاص هذا القرار ان شاء الله ان شاء الله ما رح اتراجع عنه ابدا مستحيل الموضوع انه بتعرفه برمضان وبالعيد اكيد زدنا في الوزن وبما انه انا رمضنت وعيدت انا وزوجي لحالنا من دون اي حدا فدائما اتفشش بالاكل انا من الناس اللي اذا بكون زعلانة بكون هيكة يعني مثلا مودي مش كثير مزبوط بتفشش بالاكل في ناس لا ما بوكل ابدا انا لا عكس هذول الناس انه اذا بكون زعلانة لازم اكل فالله وكلكم شكلي طور رمضان والعيد وانا زعلانة بتفشش بالاكل لما هيكة وزني زاد فاول شي بحكي لكم انه لازم انزل بالوزن يعني من هون لشهرين او شهر ونص لازم اوصل للوزن اللي انا بدي اياه صح ما رح يكون الوزن المثالي بس انه رح يكون اقل من هاذ الوزن بكثير فرح ابلش من اليوم بداية جديدة ان شاء الله رح ابدأ بالصيام المتقطع كثير بيعطي نتائج سريعة ونتائج بتجنن فرح ابلش بالصيام طبعا في احيانا رح ابلش 20 ساعة صيام و 4 ساعات اكل واحيانا رح ابلش 16 ساعة صيام و 8 ساعات اكل يعني حسب بس لازم نعمل كركبي للجسم ما يكون كل يوم نفس النظام عشان الوزن ما يثبت والحرق يقل فعشان هيك رح كل يوم نعمل اشي جديد طبعا رح اشارك معاكم كل اشي ان شاء الله على المنتدى الفيديوهات القصيرة فيديوهات طويلة كل شي رح اشارك معاكم ان شاء الله الوجبات شو اكلت شو شربت في يومي كله رح اشارك معاكم باذن الله في اشياء ثابته رح نمشي فيها طول مدة الرجيم اول شي انه المي لازم نشرب لترين باليوم لازم يعني نغصب حال نغصب وكمان قبل كل وجبة لازم نشرب كاستين من المي عشان نسد الشهية يعني لما تشربوا مي تشربوا كاستين وبعدها تأكلوا خضار يعني سلطة خضار او خضار مسلوقة او بروتين وبعدين اخر اشي توصلوا لنشويات سواء ماكرونا رز محاشي دوالي اي اشي من طبخكم اليومي ما توصلوا الو تكونوا شبعانين خلص اشبعتوا من المي بعدا اشبعتوا من الخضرة بعدا بالطبق الرئيسي وهيك وانتو كمان بلشوا معاي اذا حابين تعملوا دايت وحابين تنزلوا بالوزن ومتكسلين لا خلينا نبلش مع بعض نبلش مرحلة جديدة بداية جديدة من حياتنا ونوصل للوزن اللي احنا بدنا يعني فاول شي ما عندي شغل بالبيت البيت نظيف فتعالوا خلينا افرجيكم هيك زولي على السريع عندي هاي الغرفة نظيفة طبعا هسا رح اعمل رياضة مدة ساعتين بتعملوا يا اما رياضة بالبيت او بر البيت المهم لازم تعملوا من ساعة لساعتين رياضة لازم خلينا نفوت على غرفة الاظيوف بسم الله نظيفة طبعا بعد ما نزلت الغسيل ضبات المنشر وهيك عندي الممر كله نظيف والمطبخ هاي المطبخ كمان نظيف ما في اي شي لا في جلي ولا في عندي اشي فهسا شو رح اعمل رح اعمل رياضة مدة ساعتين ان شاء الله بكرة بعد بكرة رح اطلع برا على الحديقة واتمشى بالحديقة ورح اخذكم معاي اكيد فهسا رح اعمل رياضة ساعتين وبعدين ارجع لكم وهيك بعد ما خلصنا الرياضة تقريبا نعملت ساعة ونص رياضة ما بين ماشي سريع وركض ونط الحبل المهم ساعة ونص 8000 خطوة لازم تعملوا باليوم نزلوا على التلفونات تطبيق بعدلكم الخطوات اللي بتمشوها باليوم كثير ممتاز اذا بدكم تحافظوا وزنكم او تنقصوا بالوزن لازم تعدوا الخطوات اللي بتمشوها لازم ما بين 8000 ل 10000 خطوة باليوم كثير ممتاز ما تكثروا عدد الخطوات عشان ما تتعبوا يعني 10000 ممتاز يعني خلينا نحكي ل 12000 خطوة باليوم كثير كثير ممتاز بعد ما خلصنا الرياضة اخد شورع السريع ايجت وجبة الغداء اتغدت تسخين من قبل بيوم صنية خضار ورز وفلفل شوي شوي رح اكتع النشويات بس انه هسه مبدئيا ما بقدر اكتع مرة واحدة لانه انا من مدومنين الرز كثير بحب الرز اكثر من الخبز فعشان هيك ما بقدر اكتعه مرة واحدة شوي شوي بتعود واخفف النشويات لما اني اكتع ابدا يعني ما يكون فيه وجباتي اي نوع من النشويات الغير صحية طبعا بعد ما خلصت وجبتي الغداء لازم اشرب الشاي الاخضر مع عصرة الليمون يا سلام اما الشاي الاحمر كان لزوجي لانه ما بحب الشاي الاخضر ابدا وكان عندي نقص اغراض بالبيت رحت اشتريت من المول فاخدتكم معاي المول واخدتكم على السوق حبيت تطلعوا معاي تغيروا جو ونشتري الاشياء اللي نقصتنا للبيت هون قاعدت بالغرفة عشان اشرب الشاي واحضر مسلسل باب الحارة بعدين نزلت على المول ونزلت على محل الخضرة اشتري شوية خضار نقص لبيت خدمة دوالي وهي كوسة روحنا على البيت بعد ما اخذنا مجموعة اغراض اول شي اخذت زيت من زيتي زيت دوالي اخر الشمس لاربع لترون ونص باربع دنانير واخذت كمان من زلوم الصلصة ممتاز كثير يعني معلكتين على الاكل ما شاء الله بتعطي لون غير شكل اخذتها تقريبا فيها تسعمية وخمسين جرام او كيلو مش متذكري بالظبط ومعاها ثلاث مغلفات من بودرة الماجي اخذتهم بدنار هذول الكياس مباشرة بلفهم لفة سنبوسك اخذ مكان وما يوقذ حيز لانو بتعرف الواحد كل ما يشتري بيكون فيه خياس فاذا خليناهم بشكل عشوائي بدهم حيز وبدهم مكان كثير كبير فانا بلفهم لفة سنبوسك احسن وانظم وكمان رحنا عند محمد زيال اخذنا قهوة حلوة انا بخلي نسبة الشقار فيها اكثر وبنزيد الهيل بعطي نكها كثير زاكي للقهوة واكيد بما انو احنا بالسوق لازم نروع عند ابو النص نشتري شوية اغراض نشوف شو في عندو جديد فاخذت هاي المجموعة الكاملة من اقطية الاسحون اللي بنحطها بالثلاجة بدل من نغطيها برول التغليف الصحن لا هذولا مأحلىهم بتغطوهم استخدام واحد او مرتين وبعدين تتخلصوا منهم كثير ممتازة منظرهم هيك حلو وبتاخذ المجموعة كلها بربع دينار شايفين والله يعني عروض ممتازة المجموعة كاملة فيها تقريبا خمسين حبة بتاخدوها بربع دينار واخذت فنجانين للقهوة مكتوب عليهم جود مورنينج هيك صغار ومأحلى منظر القهوة فيهم واخد صحن قزاز اخد فوطة للمطبخ باللون الزهر كل مرة بغير الفوط تاعت المطبخ احسن حتى لو بنغليها غلي بس الافضل ان نغيرها كل فترة وفترة واخذت الفاين المجموعة فيها عشر حبات بدينارين انا عندي نوع ثاني بس بحب كمان هذا النوع ما في اي مشكلة هو كان عليه عروض والواحد كمان والله بحب يشتر من العروض بنوفر شوي وهنا رحت على محل الخضرة اشتريت دوالي وكوسة لانه ثاني يوم بدي اعمل دوالي وكوسة وكمان صورت لكم بس بفيديو بكرة ان شاء الله رح ينزل لكم طبعا الافضل انه الخضار والفواكه ما تغسلوها الا عند الاستخدام عشان ما تذبل معاكم بس صراحة انا حبيت انه اغسلها ايجا عبالي اغسل الخضار وحبيت الشمام يعني حسيت انه احسن وحطيت هنا مصفاي بالمجلة اللي بغسله بحطه بالمصفاي لما تتصفه كامل فريدت فوطه على رخانة المطبخ وحطيت كل الخضار يعني انا ما كثرت خضار بس اخيار بندورة كوسة فلفل الوان هاي الاشياء يعني ما جبت اكثر من هيك الجزر صراحة ما لقيت اشي كويس لانه انا رحت متأخرة رحت بالليل فما لقيت اشي منيح ولا الخس كمان ما لقيت ان شاء الله ثاني يوم بشتري بس هذول حسيت انه بدي اياهم ضروري فبعد ما غسلت الشمامة قسمتها بالنص فضيت البزر كامل وحطيتها هيك بنظافة بالثلاجة بعد ما غطيت النص اللي ما بدنا نوكله بالغطة اللي جبته من عند ابو النص غطى الاكل حطتها بالثلاجة والنص الثاني قطعته واكلنا اكلنا بدل وجبة العشاء لانه بيومي ما اكلت الا وجبة الغداء اللي فرجيتكم اياها الرز اللي انفلفل وصنيته الخضار الوجبة الثانية هي كانت عبارة عن الشمام ما اكلت اشي ابدا لا بينهم ولا وجبة عشاء يعني هاي كانت بديل وجبة العشاء وما اكلت كمية كثيرة يعني مقدار تقريبا 150 جرام مش اكثر بتعرف والشمام سعراته قليلة زيه زي البطيخ وكمان البطيخ مليان مي وزاكي وسعراته قليلة بس صراحة احنا بنحب الشمام اكثر من البطيخ وخاصة اذا بنعمل الشمام مع الحليب والعسل بالخلاط يا سلام احلى عصير عن جدي كثير زاكي بس بما انه انا عاملة دايت فما بدي اعمل اي نوع من العصير حتى لو كان اشي مفيد لا بدي اكل الفواكه زي ما هي فكانت وجبة العشا هي الشمام زي ما حكت لكم وهيك كان اول يوم مشا بسلام ومشا برواق لا في وجع راس ولا في اي شي انا هسا باليوم الثاني بس صايمي الصيام الاسلامي مش الصيام المتقطع بس مو حاسب جوع ابدا ولا عطش ولا باي شي بس حاسب وجع راس شوي يعني حتى مش شوي كثير وجع راس اما جوع مش جعاني ابدا فهيك بتحسوا شوي الواحد متلخبط ما بين صيام متقطع صيام اسلامي يعني هيك وهيك الحمد لله رب العالمين وهونا صبيت كاستين من العصير بس ما شربت منهم بس للتصوير وحطيت الشبس لزوجي وهذا كان عشانا وفي نفس الوقت صهرتنا البسيطة اكلت الشمام وروقت على الاخر لانه هيك الواحد بحب يوكل اشي حلو فبدل ما نوكل شوكولاتة لابنوكل شمام مالو زاكي وبس والله يا جماعة هده كان فيديو اليوم بتمنى لكم يوم سعيد طبعا هون الخضار فردتها على الرخام وحطيت كمان الدوالي عشان ما يصير لونها اسود فردتها لفيديو بكرة رح افرجيكم التفريز تفريز الدوالي وطبخة الدوالي ان شاء الله كانت عندي ساعة ثنتين بالليل تصبعوا على خير بشوفكم بكرة سلام اشتركوا في القناة